الشيء اللي يعني صدفة. تكلمنا بعد كده على يعني من عطف من عطف. استعبارات يعني موضوع. توضيح. واتكلمنا بعد كده برضو على كاريكل. كاريكل ده نوع من الاوتوت. كاريكل ده نوع من انواع الاوتوت اللي بتعيش في الصحب. طيب. تكلمنا بعد كده على. اه على منجوز. منجوز ده اللي هو النمس. وقلنا برضو يعني تجنب ولست يعني خسارة. طيب. لست ده نوعين. في منها الادجكتف اللي هي لست. لست يعني ضائع. يبقى لست يعني الخسارة. ولست اللي هي الادجكتف بمعنى ضائع. تمام. ايه تاني في المهم عندي. عندي فلاد ووردر. فلاد ووردر اللي هي مياه الفايضان. مياه الفايضان اسمها ايه. فلاد ووردر. طيب. مستوى. ايه يا حبيبي. اه مهم يقول ان انت اه بتوع coexist Rubyل قام بتوت رؤقت. اه بتوعب ذلك. اه بتوعب ذلك. اللهي بالإعطاءة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المحن المتوسط ده اصعب حاجة في الكلمة دي يا نطقها. يعني تبص كده على الكلمة تحاول تلطق فيها ما تعرفش. لكن ان انت لازم تقولها ايه بسرعة. ده ميدي تري نيان. ميدي تري نيان. ميدي تري نيان. طيب. عندي بعد كده. خلونا برضو ايه. احنا بنكمل مراجعة الوقت على لسن. بعد كده ندخل على اليونت اللي بعدها احنا بناخد حكا حكا كده نجع على المهم اللي اللي فيه. طيب. عندي بعد كده البربي منها introduce. البربي منها introduce. مايشي. طيب. عندي هنا بايت يعني يعود او يقطم. يعني بايت يعني يعود او يقطم. يقطم حتى يعني. سندوتش ممكن. بايت بت بت اخد بالي من التصريف ده لانه تريكي شوية. بايت بت بتن. بايت بت بتن. طيب. بت 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 the poor بقى الفكراء وهكذا برضو نفس الكلام مع the old ومع the rich old يعني كبير في السن لكن لو قلت the old يبقى كبار السن احو مش انا شوف المثال ده عندك وليه the young or the hope of any nation اه the young هنا يعني الشباب مش عندي بعد كده lose loss lose يعني يخسر ودي التصرفات الثلاثة lose loss loss رحمة lost her bag in the bus رحمة فقدت شونتتها فيد في الباس عندي بعد كده loss ده النون بمعنى خسارة it was a great loss when he damaged his new mobile اكت الخسارة عظيمة لما موبايل الجديد اه يتكسر او تحطم اوكي عندي هنا suit the verb لما حطره a b e l e بات suitable بات صفا مناسب او ملايب نفس الموضوع هنا information معلومة دانوا هتتلاقي a l بات informational طيب تمام on بتدي دايما عكس المعنى unable unhappy unhealthy المقطع دايما بتدي عكس المعنى المقطع ده برضو بيدي ال adjective من ال verb appear يظهر بات appearance مظهر طيب shun بتديني برضو الاسم من ال verb invent بات invention ماشي ال y دايما بتديني ال adverb main بات mainly طيب اوكي طيب برضو ناخد مراجعة سريعة على unit 8 air pollution كنا قلنا تلوث الهواء deforestation بزالة الغابات melting guys دابان الثلوج land full site مالة بين نفايات renewable energy طاقة متجددة government للحكومة climate change تغير مناخي global warming اللي هو الاحتباس الحالي carbon dioxide سيني اوكسيد الكربون greenhouse gases دي غازات الاحتباس الحالي greenhouse gazz fossil fields الوقود الحفري الوقود الحفري قلنا فيه حفريات بتاعت اللي هي fossils of whales fossils of mammoth fossils of extinct fossils of extinct animals الحفريات بتاعت الحيوانات اللي منقردة الحفريات دي بتاعمل ايه بتاعمل وقول بتاعمل حاجة زال petron مسا مش هال مفروض بال x بال بال ايه بال x اللي هي كلمة مقردة مقردة extinct وانا قلت تازل بتاعمل بال n اه انا شمعت بال n لا بال x t o n c t extinct طيب مم مم يبقى قلنا الفوصفوز دي بتاعت ايه بتاعت extinct animals الحيوانات اللي انقردت بتسيب بقية وتحاول بعد كده ل بترول عندي بعد كده مثان ده غاز المثان solar energy الطاقة الشمسية chemicals المواد الكمية مش اوكي ايه المهم هنا recycling عدة التدوير recycling البرف بتاعها recycle عندي ايه تاني في مهم الكورل reefs الكورل reefs اللي هي الشعب المرجانية تمام عندي بردو مهمة افهم الفرق بين انتركيتيك واركيتيك انتركيتيك اللي هي المنطقة الكتبية الجنوبية الشمالية المنطقة الكتبية الشمالية برضو يجب مهمة بقى فهم الفرق بين الاثنين دول لان هما زي ما شايفين شبه بعض شوية وبعدين المنطقة الكتبية الجنوبية المنطقة الكتبية الشمالية يلغبطه جدا ماشي لسنا من شوية واخدين flood water flood water قلنا ميه الفيضان هنا عندي flood بس بمعنى فياضان طيب forming forming يعني الزراع forming يعني الزراع طيب انت اتاني graph الرسم البياني اوكي عندي هنا اتاني increase is dead increase يزيد او يزداد الماضي بتاعها دي بقى increased طيب العفعال دي برضو معظمها قديم بس خلينا نبص على الحاجة اللي تصرفها صعبة شوية زي مثلا choose يمشت choose choose تركي شوية choose تركي فعلا choose chosen اصرفها مختلف عن الباقي speak spoken قديمة pay paid pay paid paid ممكن تبقى جديد pay paid paid بس لكن الباقي كله مفروش اي حاجة هيا choose بس هي اللي يعني ها choose chose chosen بس ما تكتش كده في حاجة تاني فيها تركي او فيها مشكلة بالنسبة لها مهمة جدًا برا get worse يعني يزداد السوء get hotter يزداد السخونة ممكن اقول get cooler get cooler ان الجو بيزدد لطفة وبيزدد تحسن get nervous اه بيزداد عصبية طيب اه make اخد بالك دائما من make make a gas make a loud noise ماشي اوكي طيب هنا عندي volunteer تمشي الاثنين noun over volunteer بمعنى يتطوع و volunteer بمعنى متطوع الاثنين noun over ماضي بتاعها volunteer طيب عندي drought drought ده اللي هو جفاف واحدة ثانية برضو اسمها drought بالA بمعنى طيار هوائي طيب عندي flood و fluid flood ده اللي هو الفيضان لكن fluid ده سائل اكيد انتو خطوه في size ماشي عندي بعد كده قوز و ريزن قوز ده سبب بيجي بعد دائما اف لكن ريزن بيجي بعد دائما فور ده قوز اف بيجي بعد دائما فور سبب الحريق مش واضع مش what are the reasons for your absence اخد بالي ريزن يجي بعد دائما فور عشان نتحك الاف ريزن فور طيب keep kept kept keep بمعنى يحفظ او بمعنى يستمر لما ايجي يقولك keep going keep going خليك مكمل وممكن لما اقولك keep your money خلي فلوسك معي فتبركم الفات طيب ممكن keep بمعنى يحفظ او بمعنى ايجي يستمر باسم keeps his clothes انا ممنطرش دي closes حدش يقولها closes اسمها close باسم keeps his clothes in wardrobe wardrobe دي لي خزانة الملاب طيب رحمة kept studying for a long time yesterday استمرت في المذاكرة الوقت تطلب ماشي serious بيتيجي بمعنى جاد او بمعنى خطير يعني ممكن اقولك are you serious انت بتتكلم بجاد او ممكن اقولك this is a serious a serious illness او this is a serious sickness مثلا ده مرض خطير ماشي this is زي هنا ما هو كاتب smoking is a serious problem مشكلة خطيرة طيب ماشي عندي هنا words and synonyms and synonyms وانتنم عايزكم باتبصوا على اصعب حاجة هنا واعتقد ان هي تبقى يا ولاد absorb 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 synonyms بتاعها taken او socar معناها take in او soak up وعكسها emit طيب ناخد بالنا منها في حاجات تانية predictable يعني يعني ايه predictable انت متنبق بيها زي مثلا breathe in عكسها breathe out انت متنبق انه ممكن تبقى زي كده طبعا والمراضي فيها inhale طيب بس انا معرفش انهالي عني يعني ايه يعني ايه انهالي انهالي استنشق اه نفسه معنا بي اسأل اه اه هي ليه السنان بتاع انهال وفي برضو منها انتنم تاني اللي هو exhale عندي انهال وعندي exhale exhale اللي هو الزفير طيب يعني انا ممكن مع breathe out احط كده شرطة واكتب exhale inhale exhale breathe in breathe out طيب عندي ايه برضو الجادة ده مهم جدا بيعرفني انا باستخدم المقاطع دي كده يعني بقولي مثلا مقطع نان ده بيديني دائما العكس زي on بالظبط نان هتبقى non renewable re recycle الال دائما بتديني adjective environmental بي electrical تمام الان جي بتديني noun forming نفس الموضوع على المقطع شن pollution طيب دائما المقطع الاخير ده a b l e able مقطع ده لما بيضاف على حاجة بيديني adjective زي renewable متجددة renew ده verb renew يعني يجدد لكن لما تبقى renewable بحاجة ايه متجددة ماشي كلام جميل طيب نراجع على first conditional first conditional if لو تفتكروا ان احنا كنا بنتكلم على possible situation in the future اه يعني situation او موقف ممكن يحصل في المستقبل ممكن يتحقق وكنا المرة اللي فاتت تكلمنا مع بعض قلنا if present simple الناحية التانية ولول ملتر if present simple نحية التانية ولول ملتر زي الجملة دي if ali studies hard he will pass his test لو علي بيذاكر بيجد هينجح في الايه في الاختبار بتاعه تمام طيب ونفس الموضوع لو شقلبناهم وجبنا f في النص ممكن نجيب نبدأ بالعكس يعني نقوله will will والمصدر if و present simple ممكن نشقلبهم بس مش نحط كومة قبل الايه قبل الايه زي الجملة دي كده mona will catch the bus if she is quake ما حطش قبل الايه كومة ولا حاجة لان الايه اتحولت هنا هي الرابط بقى الرابط اللي ما بين الايه الجملة تانية طيب عندي بعد كده ال yes or no question ال yes or no question بستخدم will والمصدر طبعا بيبقى فيه subject لازم استخدم subject وبكمل الجملة بتاعتي بif او بكاميرا السؤال بتاعي بif او when زي دي present simple زي هنا will you stay inside if it's hot tomorrow انت هتقعد في البيت مش تنزل لو الجو حارة بكرة yes i will or no i want هي دي the first condition طبعا راجع سريعا if او when present simple انت هتتاني اوله والمصدر طب لو بالعكس هتبقى اوله والمصدر وانت هتتاني اف و present simple بس ما بحطش comment please or no question ببدأ بwill والمصدر وبكمل بif و present simple ومنساش ال question tool منساش اداة الاستفاهم بتاعتي ماشي عندي بعد كده او question more عندي بعد كده ال wh question نفس القاعدة بتاعتي ال is or no question هي هيها will والمصدر و if و present simple هي هي القاعدة بس بحط قدام will ال wh tool او question tool will والمصدر و if و present simple زي هنا what will you do if it's windy tomorrow هتعمل ايه لو الجو بكرة اه في رياح لو الجو بكرة عاصف الجو العاصف لو بيبقى مليان بال ايه بشديد الرياح طيب الاجابة we want to go to the beach انا لما بيجي ينفي will will بتتحول ال word ماشي انا قال لي i have some verbs that take infinitive يجي بعدها infinitive على طول يعني ال verb نفسه يجي بعده infinitive او يمفع بعده ing ماشي زي allow agree arrange ask choose و هكذا والناحية التانية الافعال دي بردو كلها بيجي بعدها ينفع يجي بعدها السنة او ينفع يجي بعدها ing طيب طيب طالما نشوف المسال ده my family has decided to go to Jordan next year او ممكن او my neighbor agrees to water my plants when we are away on holiday طمام عندي بعض الافعال اللي بيجي بعدها ال object الاول بعد كده to والمصدر to اللي في النفذائي i wanted omr to work hard ماشي they expected me to come first قلت they expected me قطت ال object طالة طولة they he allowed me to stay up late نفس الفكرة ماشي يبقى number one هنا الجزئية دي كلها بتاعة الافعال اللي بتيجي معها ال infinitive و اللي بتيجي معها ال ing هم اسمهم لنا جدولين الجدول الاول بيجي بعده to المصدر جدول التاني بيجي بعده ال ing طيب زي avoid consider deny dislike و اللي بتيجي بعدها ال verb avoid playing football avoid watching tv avoid writing reports avoid cooking dinner و هكده مع بقية الافعال ماشي عندي بقى الافعال اللي انا بسميه بوشين بوشين يعني ايه؟ يعني ينفع مع دهو ده ينفع مع ال ing ينفع مع دهو الماضي زي begin and start continue hate like love الحاجات عماتا اللي لها علاقة بال emotions حاجات اللي لها علاقة بالمشاعر زي hate و زي love زي like الحاجات دي كلها بيينفع معها ال اتنين دي حاجة حاجة كمان starting start start stop الاثنين ينفع معهم ing و tool master start و stop و begin و عندي بقى بعد كده prepare و continue ماشي عندي remember و forget و stop و try ينفع بعضهم بردو ال اتنين زي هنا مثلا remember to bring your homework tomorrow tomorrow افتكر ان انت تجيب الوجب بتاعك معك بك تعالوا نشوف لما استخدامهم بال اين جي i remember waking up in the middle of the night انا بقى اتذكر السحيان في وسط الليه انا بقى اتذكر السحيان وسط الايه وسط الليه ماشي افتكر ان انت عملت حاجة لكن remember to اوه عمل خلاص اوه عمل خلاص اعمل لما اقول remember و حط بعدها ing انا بافتكر حاجة لعمل ده لكن لما اقول remember to infinitive لسه معملتهاش بس اخد بالي عشان اعملها اعمل يبقى remember to حاجة لسه معملتهاش بس اخد بالي عشان اعمل لكن remember بعدها ing افتكر حاجة لعملتها خلاص طيب زي انا لما اقول ايه remember to bring your homework افتكر اوعى تنسى بك 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 ممكن اقول لك ايه remember to prepare your breakfast افتكر ان انت تتحضر في طر بتاعك اعمل حسابك ان انت تتحضر في طر ما فكرك لك لما اجي كلمك عن نفسي وقولك i remember walking in this street والله انا بفتكر المشي الشارع ده ابل كده i remember eating i remember eating sushi last weekend والله انا بفتكر ان انا اكلت سوشي قبل كده بفتكر اكل السوشي اوكي طيب عندي forget و stop نفس الموضوع forget to تنسى تعمل حاجة معينة و forget مع انجي نسيت ان انت عملت كده she forgot to buy her grand father's newspaper so he was angry هي نسيت تشتري الجرائد بتاعت جدها او كما اردو هم نشوفها بالانجي i forgot phoning the manager so i didn't phone him again اه يعني هو نسي ان هو اتصل هو عمل الحاجة بس نسي ان هو عملها طيب i forgot phoning the manager so i didn't phone him again يا مم لو افتكر ان هو عمل حاجة اه هو افتكر العكس هو افتكر ان هو اتصل صح هو افتكر ان هو اتصل بالمدير وقال so i didn't phone him again عشان كده ما كلمتوش تاني طيب عندي stop نفس الموضوع مستر وانا صوت عندي فصل لا لا دلوقتي انا سمعت كوايس كده اه مش ما انا سمعت كده الوقت كوايس انت كنت بتكلم قبلها يا مومي اه انا اه قلت بقوله ولا وافتكر ان هو عمل حاجة وهو ما عملهاش تبقى لي ازاي لو افتكر ان هو عمل حاجة وهو ما عملهاش اه ممكن يقول i think مش هيستخدم بقى تستخدم اسلوب الاسلوب اللي هو ببقى 50% اللي انت مش متأكد قبل فممكن تقول i think that i called my grandfather انا بتهيالي ان انا اتصلت بجلد اه طبعا طيب نفس الموضوع عندي مع stop 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 to المصدر و stop جيراند جيراند ده يا جماعة هو ده الانجي جيراند هو ده الانجي on her way home دينا stopped to talk to her friend واردا طب طمعا هي وقفت عشان خاطر تتكلم مع ايه مع صاحبته طيب عندي بعد كده هنا stop ده ده جيراند ان انا بتوقف عن فعل الشيء يبقى stop to بقف عشان نعمل حاجة لكن stop جيراند بوقف فعل الحاجة زي ايه هنا دينا اندواردا have stopped talking وقفوا كلاما ممكن اقول مثلا حسام have حسام has stopped smoking حسام وقف تتخين ولو قلت مثلا مثلا ماريام stopped buying newspaper مش معناها ان هي وقفت تشتري جرائد معناها ان هي وقفت تشتري جرائد معناها ان هي وقفت تشتري جرائد يبقى stop جيراند وقفت الفعل نفسه لكن stop to وانا وقفت عشان اعمل حاجة تانية طيب اوكي طيب اوكي ايش دخلنا على lesson 3 and 4 عندي بردو شوية حاجات اخد بلي منك fabric كلمة بسيطة بس ممكن بردو تتوين fabric يعني او ماشا ink اللي هو الحبر ink اللي هو الحبر weaving weaver ده الوظيفة النساج طيب مستر اي حاجة بيتحط لها AR بتبقى وظيفة صح بتبقى وظيفة برافو علي معادة دكتور بس معادة دكتور ما بيتحطلوش طبعا مباداش اقول ايه دكتور لا هي دكتور هي زامني طيب يبقى اي حاجة بتحط لها AR دايما بيتبقى الوظيفة معادة بعض الحاجات زي كلمة دكتور زامني عندي بعد كده لوم لوم ده النول ده اداة من ادوات الغازل يا جماعة اسمه لوم ثريد ده اللي هو الخيط طيب كارتريج كارتريج الحبارة الحبارة دي يا جماعة اللي بتحط فيها الحبر الحبارة دي هي دي الحاجة او الصندوق الصغير اللي بيتملقي اللي بنملاحب اسمها الحبارة كارتريج طيب يبقى انا عندي إنك اللي هو الحب وكارتريج الحبارة ويفنج النسيج ويفر النسيج عندي لوم اللي هو النون ثريد اللي هو الخيط ماشي طبعا ما ننساش تراديشن تراديشن بمعنى عادة او حرفة تقليدية ماشي و لو وضفنا لها ايه اللي في الاخر هتبقى عادة او تراديشن نالو يعني تقليدي طيب ايه المهمة عندي هنا التريك اللي ممكن اخد بالي منه ممكن اخد بالي مثلا من بلاج المدونة الالكترونية وفيه برضو فلاج يا جماع فلاج مدونة بس مش كتابية فيديو اسمها فلاج ممكن اخد بالي من ايه تاني هنا ممكن اخد بالي من الريسايكلينج بروجيكت مشروع عادة التدوير والريسايكلينج باكسز سنديق عادة التدوير ماشي بجدولة تحتية ممكن اخد بالي من بريكس بريكس اللي هي اوليب الطوب طيب ممكن اخد بالي هنا من ايه تاني ممكن اخد بالي من سولوشن حل اخد بالي برضو هنا من فشنج نات شباك رصيد فشنج نات طيب كلام جميل فيلد فيلد زي ما هي بتيجي بمعنى حقلة ممكن تبقى بمعنى ملعب كورة ساعات بيقولوا على ملعب الكورة بيقولوا عليه فيلد ماشي وبيقولوا على ملعب الكورة كلمة تانية سمعت اهي اكتبها لكم على الليتشات كلمة تانية بتتقال على ملعب الكورة بعدتها في الليتشات طيب اخد بالي منها لانها بمعنى يصلح وانا متعود دايما في الاصلاح بستخدم كلمة فكس دي اشهر كلمة للتصليح اخد معها كلمة ريفورم ريفورم برضو بمعنى ايه؟ يصلح او يعالج يعالج شيء معه طيب كلمة دي برضو مع وي هبعث لكم في الليتشات اسمها مانر مانر يعني طريقة او اسلوب مانر بمعنى طريقة او اسلوب عندكم في الليتشات طيب ما اعتقدش هنا في التصريف في حاجة صعبة ممكن اقلق منها غير ممكن بجين بجين بجان بجان بجين بجان 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 عشان هي تغيرت في كل مرة في الاولى وفي التانية وفي التالتة تغيرت بس التانية والتالتة تغيرت ما بين الاي واليو بس طيب اخد بالي جدا من الكلوكيشنز لها ميك بزات بزات ميك ودو ميك ابلان ودو ارسيرش هو ممكن يلخبطني في دول ممكن يقول لي ميك ارسيرش وممكن يقول لي دو ابلان ميك ابلان ودو ارسيرش خال وستارت ابلجات لت وعلاو لت وعلاو نفس المعنى يترك او يتخلص لما اقول لك let me go سيبني امشي وممكن اقول لك allow me to go برضو سيبني امشي لت الفرق ما بين لت والاو ان لت ما بيجيش بعدها تقول اقول لت اس لك لما اقول allow us قلت allows us to وبعدها المصر كيف نظر ابنهم نفس المعنى بس لت ما بيجيش بعدها تقول allow بيجي بعد الوبجيكت بيجي بعد الوبجيكت بيجي بعد الوبجيكت طيب through away و through into through away يعني انت تخلص من حاجة رميها بعيد بمعنى رميها بعيد طيب he threw his old shoes away هو رمى او تخلص من الحزاء القديم بتاعه through into ترمي حاجة في حاجة he threw some bits of bread into the lake to feed the fish رمى بعض القطعة الصغيرة من الخبز عشان يطلع من ايه؟ عشان يطلع مستمر طيب كلام جميل طيب make into make into make into بتحول حاجة من شيء الى شيء تاني مثلا زي ايه؟ they made their old bags into new ones حولوا الشونت القديمة بتاعه من شونت جديدة مش شونت بلاستيك طبعا شونت شونت جلدي يعني بيتعمل لها سيانة ويدفلها خيوت بدل قطعت وتلمية تحولوها كأنها شونت جديدة خلص خيب تعمل جميل طبعا هنا الpronunciation ما تركزوش في قبل ان طبعا طبعا ما بيجيش عليها سئلة بس خلينا عارفين حاجة ان من الساونت الساوند لما يبقى في الكلمة عندي one sound يبقى الكلمة دي كده عبارة عن one syllable two sounds ذي problem عندي ال-o وال-e عندي two sounds بقى two syllables طب وثري sounds يبقى كده عندي ثري syllables يعني ايه ثري sounds يعني اي اي واي الحاجة اللي ليها sound fa, me, li three sound sound طيب تمام اوكي الجزء ده مهمة بجده اللي ممكن يضيقني هنا traditional وclassic وmodern traditional اللي هو التقليدي وmodern بمعنى حديث او عصري انا ممكن طبعا اقولك لا ده modern عكسها old تمشي بس هو هنا الدرس بتاعك عايزك تاخد بلك ان traditional عكسها modern عشان ما يتحكش عليك فيه والسنان بتاع traditional برضو classic classic بمعنى تقليدي طيب انقف هنا يا شباب المرة الجاية ان شاء الله هنكمل unit 8 وهنحل عليها الامتحان بتاعها هنحل التست بتاع unit المرة الجاية ان شاء الله هنكمل unit 8 هنسمع كلمات unit 8 بس احنا لسه مكملناش lesson 5 and 6 هنسمع بس الحد 3 and 4 كيف هي قوي lesson 1 و 2 و lesson 3 and 4 تسميحي معجاج جدا وенное يشبه عدى وعي autres لا احنا تسشبه ماما شباب 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 اشتركوا في القناة